موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أعزائي في درس جديد في مكون الاستماع والتحدث ومع مجال جديد وقبل الشروع في الدرس لا بد أن أقدم لكم تعريفا بسيطا عن عنوان مجالنا الحفلات والأعياد فالحفل أو العيد أحبائي هو يوم الفرح والسرور والتواصل للاحتفال بمناسبة أو عادة اجتماعية يستريح خلالها الإنسان من عناء الحياة وكدها كما أنه ضرورة اجتماعية تقوي وتعزز الروابط بين أفراد المجتمع عنوان حكايتنا نحتفل بأستاذنا في البداية أبنائي أدعوكم لملاحظة المشاهد جيدا وتوقع مضمون الحكاية يمكنكم إيقاف الشريط والاستعانة بكتبكم صفحة 130 و131 لتظهر لكم المشاهد بوضوح أكثر إذن كما تلاحظون فهناك مجموعة من التلاميذ والتلميذات في ساحة المدرسة وبعد ذلك يظهرون في مكتب المديرة ثم نراهم يزينون قسمهم وقد وضعوا الحلويات والمشروبات على الطاولات كما أن علامة الاستفهام في المشهد الرابع تدل على أنهم يفكرون في إحضار بعض الهدايا إضافة إلى العبارة التي كتبت على اللافتة اللافتة التي قاموا بتعليقها في مدخل باب القسم ترى لمن هذه الهدايا؟ ولماذا أقام التلاميذ هذا الحفل؟ أدعوكم أحبائي للإنفات الجيد لنتعرف أحداث حكايتنا بتفاصيلها علمت سعاد وسمير وأصدقاؤهما في القسم بشفاء أستاذهم وقرب عودته إلى العمل فعزموا على إقامة حفلة صغيرة بمناسبة شفائه قالت سارة نخبر السيدة المديرة ونأخذ موافقتها قال سمير لا بد من توزيع المهام بيننا ليقوم كل واحد منا بدوره ابتهجت المديرة بفكرة التلاميذ واقتراحهم وعرضت عليهم مساهمة المدرسة في الحفلة وفي يوم الاحتفال زين الأطفال قسمهم بكل ما يليق الاستقبال أستاذهم اشتروا الحلويات والمشروبات ووضعوها على الطاولات قالت سعاد أين الهدية التي جاءتنا بها مديرة مدرستنا وأين باقي الهدايا التي اشتريناها قالت سارة كلفنا بها عليا أراه لم يحضر بعد لقد تأخر واقترب موعد وصول أستاذنا قال سمير لا تقلقي يا سعاد سأذهب للبحث عنه فالمهم أن نفاجئ أستاذنا نعم يجب أن لا يعلم أستاذنا بأننا نقيم له حفلة وما هي إلا دقائق حتى وصل الأستاذ أمام باب القسم صحبة المديرة لكن علي لم يحضر بعد وكذلك سمير الذي ذهب للبحث عنه وما إن فتح الأستاذ باب القسم حتى وقفنا جميعا نردد عودة ميمونة يا أستاذنا العزيز بقي أستاذنا واقفا في مكانه مندهشا ودموع الفرحة تنزل على خديه شكرا لكم يا أبنائي وبناتي لقد أدخلتم الفرحة إلى قلبي قالت المديرة هيا يا أطفال قدموا لأستاذكم الهدايا وفي الوقت الذي قامت فيه سعاد لتعتذر للمديرة دخل سمير ومعه علي يحملان الهدايا ها نحن وصلنا أليست مفاجأة ثارة؟ فرحت سعاد وباقي التلاميذ وقدموا الهدايا لأستاذهم ثم انطلق الحفل بعد استماعكم للحكاية أعزائي دعونا ننتقل إلى استخراج عناصرها أو ما تعرفونه بخريطة الحكاية هذه العناصر هي العنوان الزمان المكان الشخصيات والأحداث إذن فكروا جيدا متى وقعت أحداث هذه الحكاية؟ وأين دارت أحداثها؟ وما هي الشخصيات المذكورة فيها أعزائي؟ ماذا عن الأحداث؟ هل تذكرونها؟ جيد بعدما أعطيتكم مهلة للتفكير سأساعدكم في الإجابة عن هذه الأسئلة بالنسبة للزمان فقد وقعت أحداث هذه الحكاية عندما عزم التلاميذ على إقامة حفل بمناسبة شفاء أستاذهم وقرب عودته إلى العمل أما بالنسبة للمكان فهناك أمكنة عدة الساحة مكتب المديرة والقسم نمر الآن لاستخراج الأشخاص المذكورين في الحكاية وهم سعاد سمير صارة علي المديرة والأستاذ أما بالنسبة للأحداث فسنكتفي بذكر أهمها علمت فعزموا نخبر نأخذ ابتهجت وعرضت زين اشتروا ووضعوها وصل فرحت إلى غيرها من الأفعال المذكورة في الحكاية إلى هنا انتهت حصة اليوم أحبائي موعدنا يتجدد في الحصة المقبلة بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة